أعلنت اللجنة المالية نيابية جمع تواقع أكثر من 60 نائبا لإضافة مقترح لتعديل قانون التقاعد الموحد قال نائبه عن اتلاف دولة القانون عبدالهادي السعداوي أن رئاسة البرلمان وافقت على إدراج مقترح التعديل في قانون التقاعد وحولته إلى اللجنة المالية لدراسته وأشار إلى أن المقترح يقضي بإنشاء شعبة في كل هيئة أو مؤسسة أو وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة تعنى بتنظيم المعاملات التقاعدية لموظفي الجهة المرتبطة بها وترسل إلى هيئة التقاعد العامة ليقتصر عملها على إصدار هوية التقاعد فقط